في تغريدة جديدة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي X خلال الأيام اللي فاتت كشف العالم الهولندي المسير للجدل فرانك هوجر بيتس تفاصيل الهزة الأرضية اللي تعرضت لها الفلبين مؤخرا فرانك كتب وقتها في تغريده وقال يستمر نشاط الزلزال المتزايد على جانبي صفيحة بحر الفلبين وفي 23 سبتمبر الماضي شهدت المنطقة تقلبات كبيرة كونوا في حال التأهف في الفلبين، تايوان واليابان علشان يتفاجئ العالم النهاردة بتحقق نبوءة العالم الهولندي بزلزال قوي درب اليابان النهاردة الخميس 5 أكتوبر بلغت قوة الزلزال بحسب التأديرات الأولية 6.6 درجة على مقياس رختر بالقرب من جزيرة توريشيما اليابانية وكان مركزه المحيط الهادي على بعد حوالي 550 كم جنوب العاصمة توكيو مع تحذيرات من السلطات اليابانية للمواطنين باقتراب حدوث تسونامي غير مسبوك هجر بيتس كان حذر من قبل كده ان الفترة من 1 ل 5 أكتوبر هتكون مقلقة وده بالتزامن مع تنبؤاته بحدوث زلازل وهزات قبل حدوثها بفترة قصيرة خلال الشهور اللي فاتت وقال ان التنبؤات دي مرتبطة بحركة الكواكب ومحاذتها مع الأمر جدير بالذكر ان العالم الهولندي كانت نبق بوقوع زلزال تركيا المدمر اللي حصل خلال الكم شهر اللي فاته قبل وقوعه بست أيام وكمان قدر يتنبئ بزلزال المملكة المغربية قبل وقوعه ب3 أيام لكن محدش صدقه والتساؤل هنا هل بعد زلزال اليابان أصبح العالم مضطر للإنصاد جيدا للعالم الهولندي والذي كلها مجرد أحداث على سبيل الصدفة اشتركوا في القناة